السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طلاب الأعزاء؟ موضوعنا اليوم هو الكسور كأجزاء من الكل للمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي هيا بنا هدفنا اليوم سنتعلم كتابة الكسور كأجزاء من الكل وقراءتها المفردات هي الكسر، البسط، المقام وسنفهم جيدا معنى كل مفردة مما يأتي في هذا التمهيد لدينا هذه البرتقالة إذا قمنا بتقسيمها إلى أربعة أجزاء بهذا الشكل رسمنا خطا متقطع قسمها إلى جزئين متطابقين ثم أضفنا خطا آخر بذلك نقوم قسمنا هذه البرتقالة إلى كم جزء متطابق؟ هيا نعود سويا ممتاز واحد، اثنان، ثلاثة، أربع إذن، ماذا نسمي هذا الجزء؟ الجزء الواحد من هذه الأجزاء الأربعة من منكم يعرف؟ رائع، يسمى كسر ممتاز إذن، هذا الجزء الواحد يقرأ كيف؟ يقرأ ربع أو واحد من أربعة حسنتم الآن، نريد أن نستعرض معا ماذا يعني الكسر؟ الكسر هو يمثل جزء من الكل أو جزء من مجموعة أشياء إذن، جزء ما من كل شكل كامل أو مقسم إلى مجموعة من الأجزاء المتطابقة أو مجموعة من الأشياء ونريد أن نتكلم عن جزء منها أو يقوم بسؤالنا عن جزء منها لنرى كيف يكتب هذا الكسر مثلاً، لدينا هذا الكل أو هذا الشكل مقسم إلى مجموعة من الأجزاء المتطابقة كم جزءاً متطابقاً؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة كم جزءاً ملوناً لدينا؟ إذن، لدينا جزء واحد تلاحظون من كم عدد الأجزاء المتطابقة؟ أربعة إذن، يقرأ هذا الكسر واحد من أربعة أو ربع أحسنتم إذن، والعدد الذي يوجد فوق الخط له مسمى معين يسمى بسط إذن، العدد الذي يكتب فوق الخط يسمى بسطاً بينما العدد الذي يكتب تحت الخط يكتب مقاماً دعونا نرى كيف يكتب هذا الكسر الآخر بما إننا فهمنا إذن، هذا الكل الذي أمامنا مقسم إلى كم جزء متطابق؟ ممتاز إلى ثلاثة أجزاء كم جزءاً ملوناً؟ إذن، لدينا جزئين ملوناً من ثلاثة أجزاء متطابقة لاحظ أن العدد الذي فوق الخط يمثل عدد الأجزاء الملونة بينما العدد الذي تحت الخط يمثل جميع الأجزاء المتطابقة وهذا يسمى بسطاً بينما هذا العدد يسمى مقاماً أحسنتم إذن، كيف يقرأ هذا الكسر؟ يقرأ ثلثان ثلثان واضح؟ لذا فإن ثلثاء الشاكل لونهما أخضر الآن في هذا العرض أيضاً نقوم بتلخيص ما فهمنا إذن، الكسر يمثل جزء من كل أو جزء من مجموعة أشياء كيف يتم كتابة الكسر؟ خط مستقيم على السطر فوقه عدد وتحته أو أسفاه عدد العدد الذي في الأعلى هو عدد الأجزاء الملونة ويسمى بسطاً بينما العدد الذي تحت الخط هو عدد جميع الأجزاء المتطابقة ويسمى ممتاز مقاماً وهذا الكسر الذي أمامنا كيف يقرأ؟ هو يكتب اثنان من ثلاثة كما تلاحظون جزءين ملونين باللون الأخضر ويقرأ ثلثان أحسنتم الآن لدينا هذا المثال أكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون باللون الأزرق ثم بعد ذلك أكتب الكسر الذي يمثل الجزء غير الملون بالأزرق إذن في البداية نريد أن نكتب الكسر الملون باللون الأزرق كم جزءاً ملون باللون الأزرق؟ ثلاثة من أربعة أجزاء متطابقة ممتاز كيف يقرأ؟ ثلاثة أربعة رائع دعونا نرى الآن بالنسبة للكسر غير الملون بالأزرق كم جزءاً غير ملون بالأزرق؟ واحد من أربعة أحسنتم وهذا يقرأ ربع رائع الآن ننتقل إلى هذا المثال الآخر أيضاً أكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون باللون الأزرق وأكتب أيضاً الكسر الذي يمثل الجزء غير الملون بالأزرق إذن لدينا قرص مقصن إلى مجموعة من الألوان يسألني يطلب ماذا في البداية؟ الشق الأول الكسر الذي يمثل الجزء الملون باللون الأزرق إذن كم جزءاً لدينا لونه أزرق؟ كم؟ رائع واحد كم عدد الأجزاء المتطابقة جميعها؟ هيا نعد سويا إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة إذن كيف يكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون بالأزرق؟ واحد من سبعة من منكم يخبروني كيف يقرأ هذا الكسر؟ ممتاز يقرأ سبعة رائع الآن من يجيب ما هو الكسر؟ الذي يمثل الجزء غير الملون بالأزرق؟ كم جزءاً لونه ليس أزرقاً؟ أو غير أزرق؟ إذن دعونا نعد كم جزء غير أزرق؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة أجزاء من كم؟ كم عدد الأجزاء جميعها؟ سبعة أحسنتم إذن ستة من سبعة ستة أجزاء غير زرقاء من سبعة أجزاء واضح؟ العدد الذي في الأعلى يمثل الكسر المطلوب وهو عدد الأجزاء غير الملونة بالأزرق ستة وتحت الخط عدد الأجزاء المتطابقة جميعها إذن هذا يسمى العدد الستة بسطاً بينما هذا يسمى مقاماً من منكم يقرأ هذا الكسر؟ رائع يسمى ستة أسباع ستة أسباع نقدأ بقراءة العدد الذي في الأعلى البسط ثم المقام مسبوقاً بألف إذن يقرأ ستة أسباع ممتاز الآن في هذا التمرين لدينا هذا الشكل من يكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون باللون الأزرق؟ الأصبح الآن الأمر سهلاً وواضحاً إذن كم جزءاً ملون بالأزرق؟ واحد اثنان ثلاثة وكما عدد الأجزاء المتطابقة كلها؟ ممتاز أيضاً ثلاثة إذن يكتب الكسر ثلاثة من ثلاثة واضح؟ وكيف يقرأ؟ ثلاثة أثلاث ثلاثة أثلاث ممتاز إذن والجزء غير ملون بالأزرق صفر من ثلاثة لماذا؟ هل يوجد أي جزء غير ملون بالأزرق؟ لا إذن صفر من ثلاثة ممتاز دعونا الآن نرى هذا الشكل الآخر أيضاً قرص ومقسم إلى مجموعة من الأجزاء المتطابقة نريد أن نكتب أولاً الكسر الذي يمثل الجزء الملون بالأزرق هيا كم جزءاً ملون بالأزرق في هذا القرص؟ واحد اثنان رائع وكما عدد أجزاء جميعها؟ هيا نعود واحد اثنان ثلاث أربع خمسة ستة سبعة ثمانية إذن الكسر يصبح رائع اثنان من ثمانية ويقرأ ثمان ثمان لاحظ هنا أن عندما يكون العدد اثنان إذن نتكلم بصيغة المثنة فنقول ثمان رائع والكسر الذي يمثل أجزاء غير الملون بالأزرق كم جزءاً غير أزرق؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن الكسر ممتاز ستة من ثمانية كيف يقرأ؟ ستة أثمان رائع الآن في هذا التمرين ما الكسر؟ ما الكسر الذي يمثل الجزء الذي يحتوي على الجبن فقط في هذه الفطيرة التي أمامي؟ إذن لاحظ أن الفطيرة التي أمامي مقسمة إلى كم جزء متطابق؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة أجزاء متطابق كم جزءاً يغطيه الجبن؟ إذن لدينا جزئين فقط إذن من يكتب لنا الكسر؟ ممتاز اثنان من ستة وتقرأ سد سان كيف تقرأ؟ رائع الآن في هذا التمرين ما الكسر الذي يمثل الخلايا التي تحتوي على نحل؟ أي التي يوجد بها نحل هذه خلية نحل جزء من خلية نحل أمامنا بعض الخلايا بها أو يوجد داخلها نحل والبعض الآخر فارغ هاي من يكتب الكسر؟ للخلايا التي تحتوي على نحل إذن في البداية نعد عدد الخلايا التي يوجد بها نحل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة رائع كم عدد الخلايا كلها؟ طبعاً سبعة نكمل عليها ثمانية تسعة عشرة إذن من منكم عرف الكسر؟ ممتاز ممتاز سبعة من عشرة سبعة عدد الخلايا التي يوجد بها نحل وعشرة هي عدد الخلايا جميعها رائع إذن كيف يقرأ هذا الكسر؟ ممتاز سبعة عشار ممتاز الآن مطلوب منك في هذا التمرين أن ترسم صورة لتمثل الكسر ها؟ اثنان من خمسة أو كيف يقرأ؟ ممتاز بصيغة أخرى خمسان رائع إذن نرسم كلاً أو شكلاً مقسماً إلى كم جزء؟ خمسة أجزاء متطابقة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة الآن نقوم بتلوين كم جزء منهم؟ ممتاز اثنان واحد اثنان رائع ويقرأ كم؟ خمسان ننتقل إلى هذا التمرين أرسم الصورة لتمثل الكسر ثلاثة أثمان كما هو واضح أمامك إذن الآن نرسم كلاً مقسماً إلى ثمانية أجزاء كما هو واضح واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كم جزءاً سيلون؟ ممتاز أبطال ثلاثة إذن واحد اثنان ثلاثة وبذلك طلاب الأعزاء نكون قندتهينا من درسنا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بدرسنا ألتقي بكم إن شاء الله في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته